اخبار اليوم معاربا عن ترحيبه بأي تعاون من الجانب الروسي في الكشف عن أسباب الحادث بالرغم من أن مصر هي المعنية بالتحقيق في هذا الأمر لافتا إلى أن مصر ليس لديها أي مانع في التعاون مع موسكو من أجل استجلاء الحقيقة شركة إيزي جيت البريطانية للطيران تعلن استمرار حلاتها إلى شرم الشيخ أعلنت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران من خفض التكاليف الأحد 1 نوفمبر عن استمرار تشغيل رحلاتها من وإلى منتجع شرم الشيخ وقال متحدث بسم الشركة في بيان بناء على المعلومات التي وردت حتى الآن تخطط إيزي جيت لمواصلة تشغيل الرحلات إلى مصر لنقل الراغبين في قضاء عطلات كما هو مقطط من وإلى شرم الشيخ والغردقة ولكن سنواصل استعراض الوضع بنشاط مؤكدا على أن عملاء الشركة وطاقمها يمثل أولوية السيسي مستمرون في عملية حق الشهيد حتى تطهير البلاد من الإرهاب أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار مصر وقواتها المسلحة في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حق الشهيد من أجل تطهير تلك المنطقة من الإرهاب بشكل كامل خلال الفترة المقبلة موضحا أن المحال الأولى قد انتهت قبل عيد الأطحى وحققت نتائج جيدة وأوضح السيسي أن كثيرا من المسؤولين خارج مصر الذين التقاهم أكدوا له أن مصر استطاعت تحقيق الأمن والاستقرار لافتا إلى أن أمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب أمر هام للمواطن حتى لا يروع أو يخاف مضيفا نحن نحمي دولة ولا نحمي نظاما ونحمي بلدنا من الشر وزير النقل يقيل مدير مبيعات السك الحديد بسبب السوق السوداء قرر الدكتور سعيد جيوشي وزير النقل إعفاء مدير المبيعات المركزية للمسافات القصيرة والطويلة من منصبه بسبب معاناة المواطنين في الحصول على تذاكر السفر وذلك خلال جولة الوزير في محطة السكر الحديد بالمينيا ومنح الوزير قيادة السكر الحديد مهلة شهرا للقضاء على السوق السوداء في تذاكر القطارات وفي حالة فشلهم سوف يستعين بشركة خاصة لتنظيم بيع التذاكر للمواطنين وأكد الوزير أن هناك دراسة لإنشاء منظومة إلكترونية لحجز التذاكر سوف تقضي على السوق السوداء واستغلال حاجة المواطنين لتذاكر القطار بدون معاناة للمواطنين